تشير الفحوصات البختبرية في ديالا إلى تلوث المياه في ناحية من ديلي وذلك لمرور الأنهار بوديان كبريتية تحمل معها ملوثات لمشاريع المياه تلك المياه غير صالحة للاستخدام البشري حتى بعد معالجتها من قبل دائرة ماء المحافظة وهي المياه القادمة من جمهورية إيران والتي تكون نوعيتها رديئة جدا وارتفاع أملاح وارتفاع تي دي أس جدا عالي لا يصطح للاستخدام المنزلي فكان أمام مديرية ماء ديالا خيار واحد هو تعقيم هذه المياه ومحاولة تصفيتها قدر الإمكان أمراض انتقالية وخطرة على صحة المواطنين هذا ما تم رصده من قبل الفرق الصحية للمناطق التي تستخدم المياه الخامة التي تحمل معها كثيرا من الملوثات بعد شح المياه وتراكم النفايات في الأنهار الفرعية والمصدر الرئيسي لمشاريع الإسالة حيث تسبب أمراض انتقالية كالحالات الإسهار والأمراض الجلدية حيث نحن نهيب إخواننا المواطنين على عدم تناول أو تداول المياه من الأنهار المياه الخامة أما الأهلي فقد ارتفعت نسبة الأمراض بينهم خصوصا بعد استخدام مياه الأنهار الملوثة بشكل مباشرين وذلك لارتفاع أسعار المياه الصالحة للشربة التي تصل إلى قراءهم المقطورات الأهلية حيث تتجاوز خمسة عشر ألف دينار وتبقى هذه القرى تعاني من أزمة مياه صالحة للاستخدام مع استمرار جريان مياه ملوثة من دول الجوار بعد جفاف الأنهار الفرعية العراقية من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة